اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد رجعنا تاني بعد اجاست العيد وكل سنة وانتو طيبين وبنعتذر على الانقطاع ولكن حبيت عايد برضو يعني انا من حق ان انا عايح حبة برضو كده وانام كلنا نفسنا نام وقولولي بقى حمدالله على السلامة في الكومنتات كده حدي سلموا علي وقولولي حمدالله على السلامة مش مهندس وعايز بقى هيسة كده وسلموا علي كده بمحبة وحفاوة في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح الـ copy to points والراندميزيشن في الاتريبيوتس المختلفة اذا كان scale او color او اي برامتر موجود في اي نودة تانية مثلا extrude distance بتاعتها عايزين نغيرها هو ده اللي احنا نجرب عليه وممكن نبقى نعمل الكلام ده نطبقه على اي حاجة تانية وهنشوف برضو expressions بسيطة او functions بسيطة احنا بنستعملها كتير زي fit وfit 01 وrandom وdetail functions دي احنا بنستعملها كتير في هوديني فيلا بينا نبدأ زي ما كان عندنا نودة اسمها copy stamp دلوقت لو جيت تكتب copy stamp مفيش حاجة اسمها copy stamp ودي انا كنت عاملها فيديو قديم بس بما انها اتشالت او انها ما بقتش ظاهرة بايدفلت كده في هوديني فانا هشرح طريقة جديدة بقى اللي بقوا بيفضلوها عشان نشتغل بيها اللي هي عن طريق copy to points لان copy to points بقت اسرع كتير من copy stamp بس فيه options كتير نقصة فيها فاحنا هنشوف ازاي نعمل الحاجات دي بطرق مختلفة عشان نشتغل بcopy to points ونوصل لنفس النتيجة اللي كنا بنوصل لها في copy stamp بس بطريقة اسرع ككوكينج او حسابات يعني فخلينا نشوف اصلا copy stamp كانت موجودة فيين لو انا لسه مثلا عايز استعملها او مش جاهز ان انا اذاكر اصلا copy to points او عندي فايل قديم عايز ادت فيه اي حاجة بالشكل ده مسلا لو جيت اكتب copy stamp مش هلاقي ايه موجودة طيب انا بظاهر ازاي بجيب الاول تكست بورت من هنا كده open unhide وهنا بقى الحاجات اللي انا ممكن اكتبها بعدها لو كانت النودة اللي انا عايزها او الoperator موجودة في السوب فانا هكتب الاول سوب الاس كابتل وبعدين البقى small وادوس انتر هيجيب لي كل الحاجات اللي اتعمل لها hide اللي ما بقيتش ظهرة بس لسه موجودة في البرنامج فاندور على copy هنلاقي فيه هنا اهي نود اسمها copy هيدي اللي احنا عايزينا فاحنا ناخد نفس السطر ده كده copy و paste هنا بس بدل uphide هنخليها unhide ونعمل enter فدلوقتي لما اجي في الجيو لما اكتب copy هلاقي في حاجة اسمها copy with stamp بقى اسمها copy with stamp فهي دي اللي احنا ممكن نشتغل بها دي القديمة لو عايزين نطبق درس من الدروس القديمة يعني او الشرح القديم هنلاقيها موجودة في الدولة دي موجودة يعني ونقدر نرجعها تاني الجديدة بقى ان احنا لو مسلا عندنا grid والgrid دي عليها شوية points هعمل scatter عددهم كبير قوي فانا هخليهم مسلا تلاتين وعندي هنا box ودلوقتي اعمل له copy to points هيا دي بقى اللي احنا نشتغل بها على طول لما اعمل كده الانبوت الاولاني هو الابجيكت اللي هعمل له copy والانبوت التاني هي الpoints اللي انا هشتغل عليها هلاقي كرر لي الboxes على كل الpoints اللي موجودة copy to points فيها option انها by default بتنقل كل الاتريبيوتس اللي موجودة على الpoints للجومتري الجديد اللي بنعمل له copy lowerbox هنا وكمان فيها option ان احنا نعمل pack لكل ال copies اللي جاير دلوقتي لو جيت اشوف انا عندي كام point هلاقي 240 points 180 فده عدد كبير لكن لو جيت اعمل pack and instance هاجدوس middle click هليهم 30 لانه بقى بيتعامل مع كل واحدة من دول على انها packed object ولو جينا بصينا في جومتري سبريتشيت هنلاقيه بيتعامل معهم على انهم 30 points و30 فيه attributes مجرد ان انا احط ال value بتاعتها على الpoints فcopy to points بتفهمها الوحدة زي attribute p scale او scale او cd الحاجات دي بتتفهم على طول فلو عملت مثلا attribute randomize اصلا اول ما حطتها عملي random لان النودة دي بتحط لي values random على ال cd على attribute cd وبيحط لي عليه values random dimensions دي معناها الاتريبيوت اللي هكريته cam float هو ثلاثة floats يعني بكتر لو عملت كده خليته float واحد فهيخليلي نفس ال value تتحط على ال red وال green وال blue فهتطلع الوان gray scale كده اللي هي رمضيات كلها لو جينا نشوف اصلا ال points ال points نفسها عليها ال الوان دي فاحنا زي ما قلنا ان by default copy to points بتنقل ال color معاها ال option ده بيعمل ايه ده بيخليني اقدر انقل ال attributes من ال points الOS لالجيومتري اللي انا بعمل عليه فلو عملت مسلا مفيش حاجة هيتامي لها copy طيب اعمل plus واحدد هنا بقى مسلا ال attribute اللي انا عايزه وتنقل فلو أقول cd هو ده اللي هيتنقل طيب الكلام الي كان موجود ده معناها ايه؟ معناها هنا إنه انقل كل ال attributes مع ده ال velocity وال alpha وال n وكل الحاجات دي ما تتنقلش بس مش منهم مش معمول exception لل color فال color هيتنقل ومادام هنا ال operation هتبقى copy فهينقل الفاليو ازاي ما هي. لكن لو كان مسلا ملتبلاي فهيشوف الفاليو اللي موجودة هنا ايه ويروح عمل ملتبلاي ده في ده. الفاليو الجديدة اللي على البوينز تتضرب في الفاليو اللي موجودة على البوكس اصلا. فاحنا هنمسح كل دول كده ونروح ضيفين مسلا الكلا. طيب لو انا عايز بقى اعمل في الاسكيل. اخليهم بتاعهم يتغير ما يبقوش كلهم نفس الحاجة. فعمل برضو بس المرة دي هكتب بي سكيل. وده برضو مفهوم بالنسبة له ديني. فلواحده بيغير لسكيل بتاعهم. بس المفروض هنا تبقى واحد لاني محتاجه لانه بيكترول سكيل اوبرول في الاكس والواي والزد. يعني الونيفورم سكيل كله بيتغير. طيب لو انا عايز اغير القيم اللي بتتحطي هنا. بدل ما تبقى من زيرو لواحد انا اخلي المينوم بتاعي اتنين من عشرة مثلا. طيب لو انا عايز بقى الدستريبيوشن بتاعي يبقى ليه شكل معين. يعني توزيعة الراندم تبقى مختلفة. ما تبقاش راندم تماما او كلهم راندم ما بين اتنين من عشرة لواحد. انا عايز مثلا احتمال وجود سكيل واحد يبقى اكبر. فهاجي في الدستريبيوشن هنا مثلا واعمل كاستام رامب. فدي هتديني الاوبشن ده. هيديني الرامب اللي هنا ده. اقدر اتحكم بقى. انا اكبر شوية كده. عشان اتحكم فيه. انا عايز قد ايه يروح للواحد وقد ايه يروح للزيرو. لو عملت كده. فنسبة اكبر هتروح للواحد. حتى لو انا عايز المينمم مايبقاش او الرنج بتاعي مايبقاش من زيرو الواحد. هنا ممكن نعمل فيت الزيرو. يبقى كام? هنقول له مسلا. لو قلت تلاتة. طيب انا عايز التاني ده يبقى اكبر بقى. فهعمل فيت لده مسلا خمسة. نكبر الجريد شوية عشان مايبقوش دخلين في بعض اجامد كده. فانا بما ان الرمب ده عندي من زيرو الواحد وانا مش هقدر اكونترول حاجة اكتر من كده. او لو كتبت مسلا مسكت البوينت دي وخليت الفاليو تلاتة. فهيخرج برا الرمب. لو كتبت تلاتة كده فانا كايدني كبرت الرمب ده قوي. فدي مش احسن طريقة عشان اتعامل بارقام اكبر من واحد او اقل من زيرو. احنا نستخدم الفيت هنا هي دي اللي تعمل لنا دي. فمسلا هنقول انه راندم من واحد لخمسة. فبعد ما بيوزع من على الرمب ده يروح عمل سكيل للكلام ده كله او يحركهم يخلي اللي كان زيرو يبقى واحد واللي كان واحد يبقى خمسة. وبعد كده اللي ما بينهم ده هيبقى ما بين واحد لخمسة. الجزء اللي في النص ده. لو انا عايز اكونترول السكيل في اكسس معين. الاكس او الواي او الزد. خليني بقى انزل هنا بس هقفل دي عشان نبقى شايفين الفرق. اوصل دي. احنا مش عايزين برضو. احنا عايزين سكيل. سكيل دي بقى بتعمل اتربيوت في الثلاثة اكسس. اللي هو اكس واي زد. فانا محتاج الديمينشنز بتاعتي تبقى ثلاثة فعلا. والرنج بتاعه يبقى من زيرو الواحد. فهنلاقي ان بقى الطول والعرض والعمق او اكس واي زد. الثلاثة مش زي بعض بقى مختلفين. فدلوقتي اقدر اكونترول. انا عايز مسلا الطول اللي هو الواي. بيبقى من كامل لكامل. عايزو ما يبقاش في حاجة ارتفاعها زيرو او حاجة قليلة قوي كده. فانا اخلي المنمم بتاعي مسلا خمسة من عشرة لحد واحد. فده الرنج بتاع اكس. وده الرنج بتاع واي. وده الرنج بتاع زد. الشانل الاخيرة دي اصلا بتبدل موجودة طول الوقت. علشان لو انت عندك الديمينشنز كانوا اربعة. مسلا فيه اتريبيوتس معينة بتاخد اربعة فلوتس. بيبقى اسمه فيكتر فور. فانت هتحتاج الشانل في الاخر دي او الاثنين شانلز دول. لكن هما طول الوقت بفضلوا اربعة مينمم اربعة ماكسمم. ما بتتغيرش يعني دي المفروض كانت تتغير بس هما عاملينها كيرا ما بتتغيرش. نقدر نقول ان دي طريقة اللي نكونترول بيها او نعمل رندميز للاتريبيوتس الاساسية اللي هديني بيفامها. اللي هي السي دي. والبي سكيل اللي هو اوفر والسكيل او يونيفورم سكيل. والسكيل بس. فدي بتاخد اه بتعمل رندم في الاكس والواي والزب. طيب لو انا عايز اعمل رندم ما بين كزا اوبجيكت. يعني انا عندي بوكس وسفير وتيوب كزا اوبجيكت وعايز اختار ما بينهم. خليني اقفل دول. عندي هنا بوكس وعندي سفير. سفير دي عشان تبقى خفيفة هخليها بريمتوف. وهنزل حاجة اسمها بلاتونيك سوليدز. دي فيها كزا شكل. فاسيب منها مسلا اللي هو شكل هرم ده. التلات حاجات دول مسلا اللي انا هشتغل عليهم. فهروح اعمل لهم مرج مع بعض. الاول. كده كلهم دخلين مع بعض. طيب. هنا فيها تشيك بوكس اسمه بيكون فيه جاي من على البوينت هنا. كل بوينت بتكون شايلة مختلفة عن التاني. فالفاليو دي بتبقى بتشاور هو في النقطة دي هياخد انهي من دول. واحدة واحدة نشوف ده ممكن تعمل ازاي? انا دلوقتي لو نزلت نود اسمها. النود بتاعت دي بتعمل اسمه على كل يعني كل الحاجات اللي شبه بعض هيتحط عليها نفس الاتريبيوت. فاحنا عندنا الاولاني ده اللي هو بوكس. كل بتاعت البوكس هتاخد زيرو. والانبوت التاني هو سفير. هو السفير هنا مفهومة كأنها بوينت واحدة فعشان كده هواحطط لي بتاعت الكلاس مرة واحدة بس. والباقيين دول دول بتوع الهرم او اللي في الاخر. فدول واخدين اتنين. طيب. الفاليو بتاعت الكلاس انا عايزها تتنقل الناحية التانية على البوينتز. وتتوزع راندم مثلا عليه. ففي نودة عندي اسمها اتريبيوت فروم بيس اتريبيوت فروم بيسز. هاخد من هنا او هوصل هنا. البوينتز اللي انا عايز احط عليها الاتريبيوت اللي جاي من هنا. واروح موصل ده هنا. وبحدد له اسم الاتريبيوت ايه? طبعا انا مش الاتريبيوت اللي عندي ما اسمه نيم هو اسمه كلاس. واروح موصل ده في الجزء بتاع الابوينتز عادي لان اللي خارج من هنا بس اتحط عليها الاتريبيوت بتاع الكلاس. اجي بص هنا الاقي الاتريبيوت بتاع الكلاس بقى راندم. في حاجات زيرو وحاجات وان وحاجات تو. طيب هو بيوزعها ازاي? عنده هنا المود انه بيعمل فلو جينا نبص عليهم هنلاقي فهو ماشيهم بالترتيب طب لو انا خلتها آآ فاصلا اللي عندي هنا اتغيرت هنا بقى لها واللي طالعة واحد واحد اتنين اتنين واحد اتنين اتنين وفيه زيرو وزيرو اهو فبقت تماما. طيب لو التوزيع دي مناسبة بالنسبة اللي هشتغل عليها لو مش مناسبة فانا عندي هنا اقدر كل ما اغير منه هيطلع لي مختلفة. الفاليوز دي زي ما قلنا هي اللي بتشاور انا على البوينت دي هعمل لبوكس ولا سفير ولا بلاتونيك. زيرو وان تو في طرق كتير للدستربيوشن او للراندميزيشن ممكن اجي هنا واعمل فبعمل كليك على اوتو فيل بيسز هيروح منزل لي هنا الفاليوز اللي عندي زيرو وان و تو هو فاهم لوحده ان دي الفاليوز اللي عندي الداخلين هنا. لو مسلا كنت حاطت تيوب كمان هنا وموصلها معاهم وجيت على اتربيوت فروم بيسز وروح تعمل كلير وعملت اوتو فيل بيسز فهو فاهم ان فيه اوبجيكت جديد ننزل الفاليو بتاعت الكلاس فيه ثلاثة. فراح منزلولي هنا. طيب انا اشيل ده. وشيل اخر اتربيوت. طيب الويد ده بقى معناها ايه? معناها احتمالات حدوثه قد ايه. فدي احتمالات واحد لواحد لواحد يعني الاحتمالات متساوية. طيب لو جيت على زيرو وخليت الاحتمال مسلا خمسة. فلاقي نسبة وجود الزيرو بقى كتير. وهكزا انت تقدر تتحكم في كل حاجة نسبة احتمالها قد ايه. ومش هتطلع نفس القيم يعني مش انت ايه الخمسة. فهيطلع لك انه قده خمس مرات بالزط. لا هو ممكن يكون اكتر شوية اقل شوية. هو فرينج ده. لانه كده كده في الاخر راندم. بس هو بيزود احتمالية حدوث القيمة دي. نرجع تاني وتشوف الكلام ده نتيجته ايه? طبعا احنا من هنا هنوصل الاوبجيكت اللي عليه او الاوبجيكت اللي عليها اتريبيوت الكلاس. ونعمل تشيك هنا. هنلاقيه بيعمل كوبي لكل حاجة. لان فيه اوبشن صغير انا لسه معلمش عليه. ان هجي هنا في اعمل تشيك. وبدل ما هونيم اخلي كلاس. فدلوقتي هو فهم اتريبيوت الاسمه كلاس. وفهم ان انا هختار اوبجيكت معين لكل بوينت. وزي ما احنا شايفين عندنا عددهم اكبر بكتير لاني مخلي هنا خمسة. طب لو خلتها واحد هليهم تقريبا كلهم اعدادهم متشابهة. او قد بعض تقريبا. وفي عندي هنا مختلفة اقدر اوزع بيها زي ما قلنا وفيه 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 وماب اتريبيوت. فيه كتير. انت ممكن تجرب بايدك وتشوف انت محتاج ايه فيه. وفي نفس الوقت انا ممكن اوصل كل اللي انا عملت لها هنا هتشتغل معي عادي. هنوصله على من هنا. او ممكن نحطها بعد لان كده كده الكلاس انا نقلته كاتريبيوت مش هيفرق معي. اروح مشاغل دول. طبعا انا يا هشتغل بسكيل يا اما بسكيل اي حاجة من الاتنين دول. خليها مسلا بسكيل عشان تجبر او تظهر. والبيسكيل احنا هنعمل لها مسلا مايبقاش من زير ويبقى من اتنين من عشر مسلا حاجة كده. لو انا كان عندي مسلا جريد موجودة على الارض هنا كده. فيها كتير انا مش عايزة هخليهم اتنين في اتنين عشان ما فيهاش اي حاجة وهيخلي بتاعها متر في متر عشان تبقى القاعدة بتاعتها قد القاعدة بتاعت البوكس تقريبا يعني تبقى في نفس الرنج بتاعها. ودي روح تعمل لها. ولما اجا غير مسلا انا عايزها تبقى من واحد لغاية تلاتة اربعة اي اي وعايزها تتقفل من الضهري هنا مسلا نعمل عشان الضهر بتاعي تقفل. فانا عايز بتاعت دي تتغير مسلا لو انا هاخد دا يتعمل له على فانا عايز يبقى دي فيها برضو. فازاي هاعرف معين هنا وهو مش مفهوم بالنسبة الهوديني زي فتعالوا نشوف هنعمل ده ازاي. احنا نوصل برضو ده هنا في مجموعة اللي تعملها كوبي. فكتر خيرها هتفهم ان دول هتيجي في الاخر هنا وتروح ضيفها لكلاس اللي هو بتاع ده او المعمل لها تمام لو جيت هنا هلاقي انها مش موجودة لسه متعملاش لان دلوقتي انا كنتم نخليها بال فانا لازم اقول له عشان يفهم ان في حاجة زادت ويروح ضيفها هنا. لو انا مش عايز اوجع دماغي بالاوتوفيل والويتس كلها متساوية فانا ممكن اخلي دي فاي حاجة زودها او اناقصها هتضاف او تتشايل معي من هنا. يعني لو شلت مسلا ده هلاقي عوضلي مكانها بحاجة تانية. نرجعها متوصلة. طيب الراندم ده بقى احنا عايزين نعمله. نعمله ازاي? القاتل بيديه الاول خليه الناحية دي كده. نرتب نترك حاجة بسيطة. اللي احنا هنفكر فيه ان احنا عايزين نعمل فور ايتش. يعني لوب. تمسك كل بوينت من هنا وتشوف احنا في البوينت رقم كام او احنا مسكين الاتريشن رقم كام. وبعدين نيجي من هنا نروح مكاريتين رقم راندم. دلوقتي لو عملت حاجة اسمها فور ايتش. فيه فور ايتش بوينت. هي دي اللي انا محتاجها. وهوصل. الوينت دي هنا وطبعا من جوه. انا كده كاني فاتح اقواس. عملت كده. مش هلقى حاجة تغيرت. يعني كل انا عملته بقوله كل بوينت تمسكها تروح عمللي عليها كوبي وتخرجها لي. وتمرج الحاجات دي كلها مع بعض. فنبص على فور ايتش بوينت. دي عمل ازاي. هو بيعمل ايه? بيلوب على ال بوينت. وبيعمل مرج ايتش اتريشن. فبيجمع كل الكوبيز اللي حصلت او كل الحاجات اللي حصلت في كل مرة ويخرجهم مع بعض. في عندي حاجة هنا اسمها سينجل بوز. لو عملت تشيك عليها فقدر احدد انهي اوت اللي يخرج بالزبط. اللي هو هيبقى تقريبا رقم ال بوينت. لانه بيمسك ال بوينت بالترتيب. انت ممكن هنا تمسك حاجة واحدة بس تعمل لها كوبي وممكن تشيل تشيك من عليها. وفي تحت هنا هتلاقي مكتوب مرج تلاتين يعني هم تلاتين بوينت او اللوب دي العملية دي تكررت تلاتين مرة. انا عايز في كل مرة يمسك ال بوينت يروح مودي الرقم ده للإكسترود والإكسترود هي اللي تكريات راندم. طيب انا ازاي هاخد رقم ال بوينت هنا وديه هناك. فاللي احنا عايزينه بقى ان احنا كل ما نمسك بوينت من هنا. جوه. نروح واخدين رقم يعني كأن في كاونتر كده بعبد نشوف احنا رقم اللفة تاعتنا كام. فعشان نعمل ده هنمسك ال بجين فور اتش بجين ونعمل كريات ميتا امبورت نود. هيكريات النودة الجديدة دي. النودة دي بعد ما اتكاريت هنلاقيه كاتب لي ان عليها اتريبيوتز اتريشان ونم اتريشانز وفاليو اي فاليو انا ما هي منيش غير الاتريشان. نمسك دي وندخل على جومتر سبريتشيت ونبص على الديتيلز. هنلاقي فيه اتريبيوت اسمه اتريشان ونم اتريشانز. هو دي رقتي ماسك الاتريشان رقم كامل تسعة عشرين لانه بيبدأ من زيره. هنمسك الفور اتش اند. لو عملت سنجل باوس مسلا على عشرة فلما مسك دي. هو دلوقتي الفاليو عشرة. وملقيه تسعة عشرين لكات موجودة. ده لانه خلص كل الاتريشانز وفضل ماسك اخر اتريشان. لكنها لما وقفت عند اتريشان معينة سنجل باوس اللي هي عشرة. فهو مسك رقم عشر. لكن دلوقتي لما اشيل الشيك من على سنجل باوس واجي امسك الاتريشانز تاني اشوف بقى كامها لقى اتريشان. فانا عايز اخد الفاليو من هنا بتاعت الاتريشان واروح حاططها في الاكسترود هنا جوة اكسبريشان يعمل الاول هاخدها دايركت وبعد كده هنحط لها وسيط عشان تبقى اسهل في الكنترول. فانا هاجي هنا في واروح كاتب اسمه لان ده بيجيب من اي نودة معينة. واروح فاتح قصين كده. لو فتحت قص واحد بس هلاقيه جايب لي بتاعتها. اليوز اجي اهو يعني اسم النود اللي انا هاخد من عليها الاتريبيوت الديتيل. اللي هي النودة دي. فهنجيب اسمها. والباست بتاعها الفول باست بتاعها. واتريبيوت اسم الاتريبيوت اللي هو هيبقى اتريشان. واتريبيوت اندكس اللي هو لو كان مسلا فيكتور في اكس واي زد. مترقم تلاتة فانا هاخد اول فلوت منهم. لكن دلوقتي انا ما عنديش غير آآ انتجر واحد. فهكتب زيره عشان يبقى الاندكس زير. اللي هي اللي هتلاقيها هاتها على طول. نيجي ناخد نمسك النود دي ونعمل عليها كوبي. ونيجي في الاكسترود تاني ونكليك هنا هعمل دابل كوتيشن وجواها هعمل بيست. فهيحط لي الفول باست بتاع النودة دي اللي هو في الابجيتس جي وان واسم النودة دي من جواها. قمى قلنا بقى الاتريبيوت نيم دابل كوتيشن ونكتب اتيريشن كمى الاندكس زيرو. لما هعمل كده هلاقي ان الفاليوز اللي جت هتبقى من زيرو لتسعة وعشرين. فهلاقي الاكسترود بتاعي كبير جدا. بس دي حاجة كويسة. احنا كده عارفنا نمسك الرقم بتاع كل بوينت ونشتغل عليه. طيب عايزين بقى الكلام ده نعمله عن طريق وسيط. عشان عايزين نحط تاني على ده عشان نعمل من كل رقم نمسكه. فانا هنزل هنا نل. ممكن ابقى موصلها في النتورك او موصلهاش بس انا هسميها هنا كنترول. والكلام ده كله هوصله من تحتها ودي تبقى سحبها من هنا. ممكن امسح دول بقى. كنترول دي انا عايزي بقى فيها كل البرامتر زي اللي انا هستعملها. فهعمل ادوس على الترس ده وعمل ادت برامتر انترفيس والاتنين موجودين دول انا مش عايزهم اعمل لهم وعمل تشيك على لو دست هلاقيهم اختفوا. بفضي بس بتاعي. لو اي حاجة بالغلط عملت لها ممكن اعمل تشيك هنا عشان يزهروا تاني اروح مسكها وشيل تشيك من على لو مش عايزها خلاص. احنا عايزين دلوقتي تشانل نحط فيها تشانل تكون انتجر. نحط فيها. رقم فهكتب هنا اتريشن. ده اللي اللي هيبقى ظاهر من برة. فلو دست ابلاي هنزل لكن لو وقفت عليها كده هلاقي ان اسم البرامتر اللي هو ده. فانا عايز اتبقى اتريشن برضه. ابلاي. وندوس تقفل. طيب وهياخد من هنا الاكسبريشن بتاع الديتيل ده كوبي وهيجي في كنترول وارروح اعمل هنا. فلو انا عملت لده. عشان تفضل موجودة قدامي وجيت مسكت. الفور ايتش بتاعتها. هدوس بي عشان افتح برامتر زي قدامي هنا. لو عملت سنجل باوس فانا كل ما هقف على اي اتريشن هلاقي الفاليو دي. هي هي اللي بتتحطي هنا. طيب فانا عايز اخد الفاليو دي بقى واعمل لها random. هشيل البن من هنا. قدوس بي تاني عشان نشيل البرامترز من هنا. نرجع اديت برامتر انترفيس وارروح منزل من هنا جديدة. والفلوت دي هسميها او مسلا اكسترود بس. وفوق اطلع ما بين واحد لاربعة. مسلا. مش عايز زيرو. فانا هكتب هنا راندم. والفنكشن بتاعت دي بتاخد واحدة وتروح مطلع علي بتاعها. هنا بيقول لي يعني بيطلع علي من زيرو لون وبتاخد اي فكل ما اللي بتيجي جواها بتتغير يطلع علي رقم جديد ما بين زيرو لون. فعشان كده انا خليت الشانل دي فلوت. مخلتهاش انجر. لان هيطلع علي ارقام فراكشنز. ارقام كسرية. طب ايه بقى اللي انا هحطه جوه هنا انا هاخد دي كابي برامتر وهاجي تحت هنا. واعمل بيست ريلاتيف. هلاقيه طلع علي رقم راندم. نعمل بن تاني هنا كده. ويندوز بي برضو. نشغل السنجل باس. كل ما همسك فاليو. كل ما همسك معينة. هنا بيعوض بالاتريشن وهنا بياخد الرقم اللي عوض بيه وروح مطلع علي منه رقم راندم من زيرو الواحد. ده غير ده تاني. كل مرة بيطلع عليه رقم راندم مختلف. فانا عايز استعمل الراندم ده اني اعمل له فت. اخليه معين. زي ما احنا جينا هنا في اتريبيوت اه راندمايز مسلا. وروحنا مخليين الفت هنا المنمو متاع من فاليو معينة. فاحنا نعمل حاجة زي كده بالزبط. طيج هنينجي في الكنترول ده. وبدل ما هي راندم بس هنخليها بيتعمل لها فت. نحط الفونكشن اسمها فت. وفت لها شكلين فيها في حاجة اسمها فت وفي حاجة اسمها فت زيرو وان دول اللي احنا ممكن نتعرض لهم النهاردة. هو في برضو فت وان وان وفت وان زيرو. بس احنا هنستعمل فت الاول ونشوف دي عبارة عن ايه. دي بتاخد مني خمسة بتاعها خمسة. اول حاجة اللي هيخدها يعملها فت وهنا الولد مينيمم والولد ماكسيمم. يعني الرنج القديم. اللي دي بتيجي بيه. فانا بتاعتي دي هتبقى بترنج من زيرو الوان. انا عارف ان الرندم اتطلع من زيرو الوان. انا عايز بقى الرنج الجديد يبقى طالع ايه? ده المينيمم وده الماكسيمم بتاع النيو. فانا هكتبهم بالترتيب كده. انا محتاج ازود هنا كومة واقول له هي من زيرو الوان. عايزها اللي يخرج بعد كده من وان لفور. وانتر. ونشو بقى الفاليوز اللي بتطلع بقى اتعاملة ازاي? نغير برضو الفاليو هنا ونبص عليها واحدة واحدة. هنلاقي دايما كل الارقام اللي بتطلع قيمتها ما بين واحد لاربعة. تمام? طيب احنا عايزين بقى ناخد الفاليو اللي هنا دي ونحطها في الاكستروت. هشيل السنجل باس. نرجع بقى كل حاجة في اليو اي زي ما هو. هاجف الكنترول اروح واخد من الاكستروت ده كابي برامتر وهنا في الاكستروت دي اروح عامل باست ريلاتيف. فانلاقي الفاليوز طلعا لي بالشكل ده. لو عايزة اغير الرنج بتاعي هاجف الاكستروت تاني هنا وخليها مسلا من زيرو من من وان لسيكس. هنلاقيهم زادو. بدل وان خليها وبوينتو هنلاقيهم يقصروا شوي لان المينمم انا قللتو اكتر. بقت الكنترول دي وسيطة. بتاخد الاتريشن وفي الشانل التانية دي انا مفرطهم هم ممكن كلهم يتحطوا في حاجة واحدة. بس انا مفرطهم عشان بس ما نتلخبطش قوي يعني نخف على بعض اللخبطة شوي. طيب وبدل ما انا بكتب الفيت كاملة كده. طب مش انا عارف ان الرنج بتاع الراندم اللي هيخرج من زيرو وان. فانا ممكن استعمل فيت زيرو وان هتبقى اقصر. ودي بتاعها تلاتة بس. الفيت زيرو وان بتاخد الفاليو اللي عايز اعملها فيت. وبما انه عارف ان الرنج بتاعها الاساسي من زيرو وان. فمش محتاج ان انا اكتبه. هكتب بس الرنج الجديد عايزه من كامل كامل. فالصيغة بتاعتها اقصر. لكن هتديني نفس النتيجة بالزبط. لو انا مش عجبني الرندم ده وعايز اغيره فانا ممكن اجي على اللي فوق ده وروح مزود عليه اي رقم اقول له مسلا زائد خمسة. طب ايه اللي حصل هنا? لما غيرت الرقم ده. فالرندم هنا خد مختلفة. بقى اللي جوه بيكون رقم مختلف. هو اه اه ممكن يكون او بيزيد بنفس الزيادة ولكن بقى كل مرة بيمسك رقم مختلف. فهيطلع عليه مختلفة. فانا ممكن كل ما ازود هنا او اضرب او اجمع اعمل اي حاجة. مجرد بس ان انا اغير الفاليو اللي جاي من هنا كل الرندم بتاعي هيتغير. يعني ده اعتبر السيد بتاعي. فبالطريقة دي انت تقدر تعمل رندم لاي اتريبيوت في النتورك من فوق. حتى الاتريبيوتس اللي احنا قلنا انها بري ديفاين اللي هو البي سكيل والسي دي والسكيل. لو انت عايز تعملهم بايدك انت ممكن تنزل نودة هنا. وبرضو في بتاع تقدر تقول او تقول ممكن برضو من هنا تروح حاطط سلايدر تاني او برامتر تاني. تحط فيه اللي انت عايزها للسكيل. تكون برضو متاخدة من وتشغل بنفس الطريقة. وفي الاخر نقدر نقول ان هما غيروا الطريقة القديمة بدل كوبي ستمب لكوبي تو بوينس لان كوبي تو بوينس اسرع بكتير. اتمنى ان الشرح يكون واضح وتكونوا فهمتوا كويس. كده احنا منقدر نقول ان احنا غطينا حاجات كتير المراتي. عرفنا شوية او فانكشنز اللي هي الديتيل والفيت فيت زير وان والراندم. وعرفنا ازاي نعمل راندم اتريبيوتس على كل البوينس ازا كان مسلا في الكلاس. اه وبرضو على فكرة احنا ممكن نغير الاتريبيوت ده بدل ما يبقى كلاسي بقى اي حاجة تانية. بس المهم ان الفاليو تكون هنا مختلفة. من اوبجيكت للتاني. يعني كل اوبجيكت يكون عليه نفس الفاليو. واتمنى ان الشرح يكون عجبكو ويكون بسيط وواضح وكل حاجة متفسصة حلو وقوي. وعلى مقاس دماء كل واحد. وطبعا لو عجبك الشرح اه شير وقول للناس ان فيه راجل هنا حلو وبيشرح اه هديني ببساطة والدنيا لزيزة معاه. وما تستخسروش فيه بقى لايك او كومنت حلو كده هتشجعوني بيا عشان اقدر اكمل الفيديوهات يعني. وادخل في المستوى الجديد ان شاء الله. اللي فيه بقى هنبدأ سيميليشن فعلا. ونشوف بقى البارتيكالز والبايرو والفليب وكل الحاجات الجميلة دي. فعايش روية تشجيع. سبسكرايب بقى كده. فرج الناس. لايك. كومنت. يعني الحاجات الجميلة دي. وتشكر جدا مقدما. سلام.